فيما أعطى مورغان تعليماته للجنة المنظمة للمباراة وتخصيص الدرجة الأولينين لجماهير التراجي التونسي بعيداً عن جماهير الأهلي وأضاف أنه تم التنصيق مع رجال الأمن وشركة فالكون المسؤولة عن تأمين المباراة بذلك وذلك لضمان عدم حدوث أي مناوشات بين الجماهير وأكد مورغان أنه اتخذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة الجماهير وخروج المباراة بالشكل الآمن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة توجه رياض بن نور مدير الكرة في فريق التراجي التونسي الشكر لإدارة الأهلي على حسن استقبال بعثة ناديه أمس الأربعة بمطار برج العرب وتوفير كافة سبل الراحة للجهاز الفني واللعبين وقال أن هذا ليس بجديد على النادي الأهلي الكبير الذي يرتبط بعلاقة وقيدة مع شقيقه التراجي التونسي وأضاف أنه سعيد الاستقبال في مطار برج العرب ووجد كل التعاون من رجال المطار لإنهاء كافة الإجراءات والتحرك إلى فندق الإقامة وأضاف أن الأهلي سوف يلقي نفس المعاملة المتميزة في تونس خاصة أن العلاقة بين الناديين أكبر من نتيجة المباراة في قرة القدم وللمزيد من التفاصيل في التقرير التالي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان عقب الاجتماع الفني أولا هي الأقطة مهمة جدا لكل جماهير الأهلي والتراجي في الوطن العرب الكبير كابتن سيد الحفيز مدير الكورة والكابتن رياضة بن نور مدير الكورة بالتراجي التونسي عقب نهاية الاجتماع الفني وقبل المباراة بـ 24 ساعة كابتن سيد أولا برحب بك على الشيء قناة الأهلي وبرحب بك أبتن رياضة بن نور وأكيد هترحب بيه في البداية بالنسبة لكل جماهير الأهلي والتراجي في الوطن العربي طبعا بغد نظر أن همية اللقاء طبعا وقوتها في نفس الوقت على مستوى الإفريقي مش على مستوى الوطن العربي بس أنا أتكلم على أفريقيا بشكل عام يعني طبعا المباراة بتستنها كل الجماهير بمختلف ما يقولها يعني لكن يبقى علاقتنا بالتراجي إحنا متمسكين جدا أنها تكون الأبعد مدى من العلاقات المتواصلة المنافسة في الملعب دي حاجة تانية خالص يعني لكن يعني رياض أنا بشوفه كتر من عيالي دلوقت كل سنة فإن شاء الرحمن بإذن الله يعني تخرج المباراة بما تليق من سمعة الناديين وإسم الناديين بإذن الله تعالى رياض بن نورت عليه حضرتك وبالتأكيد التراجي التونسي موجود في مصر ومع النادي الأهلي لقاء أشقاء وإخوة وبالتأكيد حدث مهم جدا زي كل سنة في الطوات الأفريقية العلاقة طيبة أكثر معناها من اللي تشوف فيه الناس لأنه علاقة بين نادي الأهلي والتراجي فاتت الإدارات فهي علاقة حتى بين الجماهير معناها علاقة كبيرة بين الجماهير هم يستقبلوا بعضهم في منازل بعضهم لما يكون الأخوات التوانسة يجيوا يسكنوا هنا بحضة لحبان المال بتاع الأهلي خاصة الألتراس وفي تونس نفس الشي هذه مناسبة لنشكر نادي الأهلي اللي كالعادة معناها يطبق المعادلة بتاع جماهير تونسية تدخل المباراة بالباسبورت ما غير التذاكر وهذا نفسه اللي بشيكون كيمة السنة الفارطة في ملعب رادز كل إخوان جماهير الأهلي يدخل ملعب رادز بالباسبورت هذه علاقة ما ممكن تلقاه هلا كان ما بين نوادي الأهلي والترجي لأنه علاقة الحقيقة فاتت النتائج الرياضية فنحن نشوفوا حتى الأحباء يهنيوا بعضهم بالتتويجات المحلية إما كل أهلي يفوز بالبطولة أو الترجي كيف كيف ببطولة تونس علاقة مع الأخ أنا نقول الأخ وصديق معناها الحقيقة علاقة مع السيد كبيرة ياسر وما هوش معناها نيوم مجال معناها مباراة عادية في قول عادية يعني ما هي فيهاش انسحاب مباشر فهي مباراة مجموعات المتوقع أنه الأهلي والترجي معناها هيمروا المجموعة هذه مع احترام كل المنفسين لعل الترجي والأهلي يتقابلوا في أدوار متقدمة ما تعالشش على الكورة كابتن سيد قال لك بشوفك أكتر من أولاد يعني ده بالتأكيد ده حاجة اندلت على شيء بتدل على مدى العلاقة وحرك قلت كمان أخ يعني ليك كابتن سيد والعلاقات المتميزة بين النتيين وأيضا على المستوى الرسمي كمان بين نسبة لكل المديرين الكورة في الأهل وفي ترجي تونسي والله متواصلين احنا في تواصل تام معناها نتشاور نتحدث في كل المواضيع بصفة عامة ما نقولش إذا كان مش أكبر اثنين فرق في إفريقيا الترجي والأهلي فهم من أكبر الفرق الموجودين في إفريقيا وانتي تعرف معناها الشارم ما نقوله يعني النكهة متاع ربيط الأبطال من غير الأهلي أو من غير الترجي ما هيش نفس النكهة فنتمنى الفرق الثنين يقدموا في المنافسة القدام وبالتوفيق للناس كله كنت تنسي تعليقك وبالتأكيد هي مباراة مهمة جدا لكن كدرة الأحداث والمباراة بين الأهلي والترجي في الفترات الأخيرة ممكن يجعل منها مباراة أقل عصبية أو أقل في التنشان خلاص الفرق تنتعود على بعض بوجه بعض كتير ولا دايما المباراة دي بتبقى فيها حماس وندية بين الجماهير الفريقين والفريقين تحديدا بص يمكن جماهير أفريقيا كلها بتستنى المباراة دي تحديدا يمكن كانت في السن اللي فاتت في أدوار مختلفة يعني لكن أعتقد أن هي مباراة بينتظرها ناس كتير جدا جدا طبعا دي مختلفة شوية ممكن في دور المجموعات حساباته بتبقى غير عن حسابات الزهاب وليها لكن أي أن كان الوضع هنا يمكن من الناس اللي هي بتقدر جدا 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 التأدير الخارجي يعني المنافسة موجودة في العالم الأوروبي تحديدا يعني بتلاقي المنافسة في داخل الملعب شرسة جدا وعنيفة جدا لكن بمجرد ما بينتهي اللقاء بيبقى في تواصل ما بين الدارتين أو على مستوى اللاعبين وهذا العقلية الأوروبية والعقلية الاحترافية اللي لازم تسود يعني يعني من حقك أنه تتحضر وتشتغل وتعمل في رئيتك بشكل كويس قوي لكن يبقى الاحترام والتأدير للخصب برحب بهم مرة تانية وأنا متأكد بحسن العلاقة والمعاملة هناك إن شاء الرحمن ويبقى المنافسة الداخلية سبقى الوقتها يعني سؤال آخر كابتن سيد الاجتماع الفني أو الاجتماع التنظيم الخاص بالمباراة مر بدون أي طلبات أو الامور كان الحمد لله ماشت بشكل جاي جدا قابتهم يعني حتى على المستوى للاتصالات قبل ما بيجوا بالنصق من الشرط بيبقى فيه جوابات رسمية يعني من زمان يعني من فترة طويلة جدا يعني اللي هم عايزينه بيلقوه وإحنا كمان لما بنحتاج حاجة هناك ما بيتأخرش عننا خالص يعني زي ما قلت لك يعني العلاقة هي اللي هتدوم يعني مين ياخد البطولة مين يستمر مين يكمل ده توفية ربنا صحة تعالى في اليوم ده وكفاءة اللاعبين نخلينا ننتظر بقى ونستمتع باللقاء بإذن الله يعني أخر سؤال برضو في حضور الكابتن سيد فريد ترجي جاي كامل الصفوف عندكم مفاجآت عاد سامح الدربالي القوة الضربة الأديمة لفريد ترجي أصبحت بتواجدة في هذه البطولة وأيضا يوسف البلاء لأحد اللاعبين المتنازين في خط الوسط مباراة أعتقدت مباراة كبيرة بين فريقين بيضم عدد كبير من اللاعبين منتخب مصر والمنتخب التنسي الحقيقة مفاجآت ما فيش لأنه الأهلي والترجي ما بينتهمش أسرار حسنا نعرف كل شي على أهلي والسيد يعرف كل شي على الترجي مفاجآت ما فيش لأنه لا تخيلش فما أسرار ولكن حقيقة الميدان والفورمة متاع المباراة يوم والاستعداد يوم المباراة هذا كموضوع كما قلت ما نجموش نتكهن به ولكن الترجي هذه تنسي معروف تشكيله معروف الفريق معروف اللاعبين المتوفرين جينا كاملين فما بعض اللاعبين اللي تعرضوا الإصابات في المدة الأخيرة ولكن هم موجودين على ذمة الإطار الفني وإن شاء الله معناها آخر حسة تدريبية هي اللي بيش تحدد معناها الأحداش اللي بيش يلعبوا وكيما قلنا المهم هي العلاقات بين الفرق بيبرك لكم على الدوري التونسي وموفقين في التلتة أفريقيا ومبروك لكابتالي سيد عبد الحقيقي الآن على التلتة دوري أبطال الدوري في مصر وتونس بيسعد المباراة كبيرة جميل وطن العربي وتنتظرها في شكل كبير شكرا محمد شكرا الله يخليك لسا مكملين مع حضراتكم لكن تعالوا نروح ونشوف نتابع كلام الكابتال حسام البادري الخاص بمباراة الترجع التونسي من ملعب بورج العرب بالنسبة للمباراة الغد مباراة مهمة طبعا يعني مباراة مهمة جدا لعدة اعتبارات أولا بداية دوري المجموعات لأهم بطولة على مستوى الأندية طبعا البطولة الأفريقية فهي مباراة مهمة جدا وفي نفس الوقت يمكن بشكل كبير لكن أنا بمعترفش كده في كرة القادة من المجموعة اللي احنا فيها يعني يمكن أكتر فرقتين مرشحين بالحسابات وبالتاريخ لكن الكرة خلاص ما فيهاش حسابات وتاريخ يعني كل فترة ولها ظروفها ولها حالتها وقدرات الفرقة اللي موجودة فيها في الوقت الحالي لكن بالحسابات كده الأهلي والترجع هم في المجموعة دي اللي هم موهدين بشكل كبير ان هم يتأهلوا لكن اللي أنا عاوز أقوله طبعا بالنسبة لنا حسابات اللي هي ثابتة مباراة على ملعبك التلت نقاط مهمين جدا 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 بتبقى بداية كويسة طبعا وفي الحسابات بيساعدوك بشكل كبير لكن المشوار طويل المشوار بيبقى طويل يعني وانا مش عاوز أقول برضو أمثلة على البطولات لقبل كده لكن المشوار لسه طويل لكن التلت نقاط مهمين جدا بالنسبة لنا بكرة والفوز مهم جدا بالنسبة لنا على أساس ان المباراة على ملعبنا ان شاء الله أتمنى نهاية تتحقق وده بغض النظر عن أي ظروف احنا بنواجهها يعني في الفترة الحالية فيه ظروفها طبعا فيه إصابات وفيه غيابات لكن أنا عندي ثقة كبيرة جدا في اللعيبة الموجودة ودائما بقول أن أي لعيب موجود أو أي لعب موجود في قائمة النادي الأهلي بيبقى قادر أنه هو يشارك في أي وقت ان شاء الله بكرة يعني أفضل العناصر المتاحة ان شاء الله واللعيبة عندها رغبة كبيرة جدا ان شاء الله في تحيي نتيجة أجابية ان شاء الله أتمنى من ربنا يكون موافقين فيها بإذن الله كل اللي موجودين في معسكر ان شاء الله يعني جاهزين لمشاركة في المباراة لكن مش هديك تفاصيل يعني عليش يعني في مباراة بكرة مش هديك تفاصيل كل الناس الموجودة في المعسكر جاهزين لمباراة بص عاوز عاوز أقول حاجة يعني دائما دائما لسه أنا بتكلم يعني صديقة العزيز بقول دائما كل حاجة لسه بقى تحليل وفيها يعني يعادل حاجات كتيرة جدا لما بتيجي تاخد قرار وبالذات في البطولات المهمة ليه هو طبعا من المفرقات الغريبة جدا 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 ان حكم الغد يبقى هو حكم مباراة 2-2 على ما العبن هنا بالأخطاء الكبيرة اللي عملها يعني عمل أخطاء كبيرة جدا في البطولة السابقة البطولة السابقة نفس الحكم السنغالي ده عمل أخطاء كبيرة جدا 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 كان لنا ضرب الجزاء وتفتكل المفراب بتاع أجيال اللي هو رايح وراحص بقصيد فدي من الحاجات يعني أنا بقولها بقى بشير لها يعني فمن المفرقات الغريبة ان هو يتم نفس الحكم بيبقى نفس المباراة تاني فأنا بأتكلم يعني اتحاد لأفريقية اتحاد كبير لازم يبقى يعني الحاجات دي بيرجع لها برضو تاني وما بقاش نفس الحكم وذا كان فيه لكن هي مفرقات اتمنى ان شاء الله ما ببقاش لها دول السلبة لكن هي أنا بقولك احنا اعترضنا على الحكم ده يعني اولا ما سمعنا اسم الحكم ده اعترضنا عليه وان الحكم ده ظهر مباراة الاهلي والترجي على ما نعبنا هنا في البطولة السابقة وما كانش موفق خالص وكان ليه اخطاء كبيرة مؤسرة على تلك المباراة واتمنى بقى ان هو يبقى موفق ان شاء الله اشتركوا في القناة يبقى مش مفاجأ يبقى مش بشكل مفاجأ بقى لان احنا كنا طبعا محتفظين محتفظين بخمس اماكن للتأييد للموسم الجديد على اساسي عندنا حرية في التأييد وعندنا كم لكن بالفعل طبعا الظروف انا بقى طبعا من اللعبة الممائزة جدا 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 وشوفناه في المباراة الاخيرة في المباراة الاسوتي حتى اما شارك يعني يمكن كان ليه دور ايجابي جدا في تحويل اداءنا بسرعاته المميزة وقدراته وقدراته ان شاء الله في اكيد طبعا يعني لسابات اللي حصلت في الفترة الاخيرة يعني سقة الفباقة وقدراته كانت القرار ان هو يتأيد يعني ببقى موجود معنا طبعا ان شاء الله ويبقى موجود ضمن الناس اللي حيبوا موجودين في المباراة الاخيرة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اتفاض اعمالت استفزاني فاسئلة مهمة بس احسن سؤال بتاع التحكين ده لانه فعلا يعني كان لازم نتكلم فيه موضوع التحكين ده كانت ممكن نفسي لنفسي لنفسي بطرق التحكين دائرة السنة التالية كانت ضهرة عرصات النبيين كباركة من تونس ترجمة بكتر سهالي حتى اللقم كانت في سنة 2012 كان عرصة بطرق التونس فهي شعور على الطاضر الذي قام بها لانه فعلمه لعب حسام النادي يوم المباراة الان معنا بداية التونس هل فيه تطبيق معين او طريقة معين نسمي وصر العيلة المباراة عن ثلاثة التونس هو يعني هو 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 عمر حسام البدري ما بيبقى لوحده يعني انت تتكلم عن نادي الاهلي ولعبت النادي الاهلي وحسام البدري اتمنى ان احنا نبقى موفقين بكرة وفي نفس الوقت زي ما انا بقول دائما كل وقت وله ظروف وطبعا تحت اي ظروف بقول تفكرنا بكرة في مباراة الغد ان شاء الله باذن الله ان احنا نكون موفقين باذن الله وتفكرنا في التلاث نقاط ان شاء الله بشكل كبير جدا واللعيب عندها ارادة كبيرة جدا 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 برغم اي ظروف ده تفكرنا ان شاء الله ده يبقى موفقين فيه باذن الله وتكون الدافع الموجودة لان ساعاته ما بيبقى فيه دافع صعبة اعتقد ممكن تتحول لدافع ايجابية فان شاء الله ده يبقى موجود على ارض الواقع وارض الملعب ان شاء الله باذن الله بكم ان شاء الله باذن الله تفضل علي العساوي مكتب صبعا بدعمك بشكل خطشي ان انت بحد من تطبر المبادلين اللي برعو نادي الله يخلي لكن سؤال لحضرتك هل بلكتب مكتب يعمل تكريحية وعيدون ظروف في وقت الحال لا على طول الظروف في النادي الاهلي بيبقى فيها توازن يعني لكن في طبيعة الحال في كرة القدم اما بيبقى فيه متغيرات شوية الاحساس بيتغير مش احساس المسؤولين فيه احساس جماهير وابا انا يعني مؤمن بقعدة الجمهور مش كله يعني معظمه والقعدة الكبيرة منه بيفقر بقلب وده حق الحق والنادي اللي بيحبه كده ففيه اوقات بتبقى ظروف كويسة بتلاقي الأجواء عشان انا بتكلم عن حتة القلب لو حللنا الموراتين طبعا اللي ما كنت قلناش موفقين فيه عشو برضو كمية الفرص وكمية السيطرة لكن مفيش توفيق وهي دي كرة القدم فانا طبعا الكلام ده كله انا فاهمه وعارفه وده الواقع لازم اتعامل معاه فانا متعود على كده وبعود اللعيبة على كده لكن كل واحد طبعا بمدته وخبرته اللي بقى له باع كبير ومن لعيبة وسنين كتيرة بيبقى متعود طبعا ومجهز نفسه وعنده خبرات نفس الكلام من نسبة المدربة ما بيكون مر يعني فترات متنوعة متبينة بيلا لسنوات يعني زي ما نعشتها في فترات كتيرة بتبقى صعبة وفترات فأكيد انا مؤهل الكلام دوت وفي افس الوقت بتعامل وبفصل بين كل الامور يعني بفصل بس كل حاجة بحطها في اعتباري والجماهير بحطها في اعتباري بشكل كبير هي الاهم يعني الجماهير هي الاهم وبتمنى ان شاء الله نقول اللعبين بكرا ان شاء الله نسعى الجماهير ان شاء الله بإذن الله وإلى اخبار الالعاب الاخرى حيث دخل الفريق الاول لقرية اليد رجال بالنادي الاهلي معسكرا مغلقا في الاسماعيلية استعدادا لمبارتين طلائع الجيش والزمالك في اخر جوالات الدورة المجمعة الثانية لنهائيات بطولة الدول حيث تقام المبارتين على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية وفضل الجهاز الفني بقيادة عاصم حمد الدخول في معسكر مغلق قبل مباراة طلائع الجيش المقرر لها غدا في إطار الحرص على فرض أكبر قدر من التركيز على اللاعدين نظرا لأهمية الاستمرار في تقديم العروض القوية والفوز بلقب بطولة الدوري وكان الفريق قد نجح في الحفاظ على انصدار الترتيب حتى الآن بفارق المواجهة المباشرة عن الزمال وعسعى إلى حسم لقب خلال المباريات القادمة بعد تتويجه ببطولة الكأس الكؤوس الأفريقية فلازمنا مع قرة اليد اتصرح محمد عادل المدرب العام للفريق الأول لقرة اليد الرجال بالنادي الأهلي إن الفريق يستعد بقوة لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدا الجمعة في الدورة المجمعة الثانية لنهائية بطولة الدورية التي تقام على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وأوضح عادل أن مباراة الطلائع في غاية الأهمية لأنها تسبق مباراة الزمالك بـ 24 ساعة فقط وهو ما يتطلب قدرا كبيرا من التركيز من أجل تحقيق الفوز والاستمرار في المنافسة على اللقب وأشار إلى جهازية الفريق في ظل إسترار اللاعبين على الفوز ببطولة الدوري والحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي وإلى الأخبار المحلية والبداية من اتحاد القرى حيث أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لقرة القدم برئاسة عامر حسين إقامة مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية لبطولة كأس مصر في استاد الجيش ببورج العرب ومن المنتظر أن تقام المباراة الأولى لنصف النهائي بين الإسماعيل والزمالك في السابعة مساء الاثنين المقبل بينما تقام المباراة الثانية بين سموحة والأسيوتي في السابعة مساء الثلاثة المقبل موسيقى 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 ونزلنا مع أخبار كأس مصر حيث تلقى اتحاد الكرة موفقة الجهات الأمنية على حضور عشرة ألاف متفرج في المباراة النهائية لكأس مصر والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب ومن المنتظر أن يحصل كل نادي على أربع ألاف تذكرة فيما يحصل اتحاد الكرة والشركة راعية على ألفين تذكرة فيما وفقت الجهات الأمنية أمس على طلب اتحاد الكرة بحضور ألفين مشجع لكل فريق في مبارتين قبل نهاية كأس مصر والمقرر إقامتهما الاثنين والثلاثاء على ملعب برج العرب قويل الأسكندرية وتحديدا نادي سموحة حيث أعلن فرج عامر رئيس النادي عن دخول الأهلي في المفاوضات للتعاقد مع محمود عزة وعبد الله بكري مدافعي الفريق وقال فرج عامر لا أمانع انتقال الثنائي للأهلي طالما سيكون هناك اتفاق على مقابل مادي يناسب الطرفين وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الاختلاف مع الأهلي فقط على المقابل المادي للثنائي وليس أي شيء آخر ونفس الأمر ينطبق على رقبة الزمالك في ضم طارق طاها وياسر إبراهيم وأكد رئيس سموحة المقابل المادي هو الذي يحكم الأمر ولن ندخل في أي صفقات تبدلية مع أندي أخرى أخبار الآلي في الصحف والمواقع الأهرام الآلي يقصص الدرجة الأولى يمين لجمهير الترق التونسي ومن الأخبار أكرم توفيق يغيب عن مباراة الأهلي والترق التونسي ومن الوفدة الأهلي حضور جمهير الترق مباراة الغد بجاوزات الصفر ومن الشروق حسام غالي يحصل على إذن للغياب عن تدريبات المستبعدين من مباراة الترق ومن اليوم السابع الأهلي ضد الترق سياج من السرية على تدريبات الفريقين قبل لقاء غد ومن الوطن سبورت مدير الكرة بالترق يشكر الأهلي على الاستقبال فيتو اليوم الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الترق التونسي ومن الميدان اتحاد الكرة يقيم حفظا لتسليم الأهلي درع الدوري ومن صد البلد طارق عبدالعزيز يقول تدريبات الغائبين عن مباراة الترق وإلى هنا تنتهي النشرة الرياضية على قناة النادي الأهلي أشكركم على حسن المتابعة دمتم في أمان الله